كما كان متوقعاً هاجمت المعارضة التركية مشروع القانون المقترح من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي يهدف إلى إيجاد إجراءات جديدة دائمة تشبه حالة الطوارئ بغرض مكافحة الإرهاب بعد رفع حالة الطوارئ في البلاد رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة انتقد بشدة هذا المشروع معتبراً أنه سيحول البلاد إلى حالة طوارئ دائمة وهو ما يتوافق مع النظام الرئاسي الذي بدأ العمل به في البلاد حسب ما قال خلال كلمة له أمام كتلة حزبه البرلمانية في البرلمان التركي نحن نعيش في تركيا الآن عصر الدكتاتور الذي بات يتحكم بكل شيء مثل فرعون تماماً لا توجد عدالة الآن في تركيا وهناك ضغوط كبيرة وكثيرة ولكننا نتعهد بالاستمرار في النضال داخل وخارج البرلمان لرفض مشروع القانون الجديد ولرفض تحكم شخص واحد في كل مؤسسات البلاد لا توجد سيادة قانون في تركيا وهذا يصعب المهمة أمامنا أكثر ويأتي مشروع القانون الجديد بعد أيام من صدور عدة مراسيم رئاسية انتقدتها المعارضة واعتبرتها تكرس حكم الرجل الواحد إذ ترى أن الرئيس بات يتحكم بالقرار كاملاً في كل مؤسسات الدولة لسيما المؤسسة العسكرية التي باتت تتبع له بشكل مباشر ليأتي مشروع القانون الجديد متناغماً كما ترى المعارضة مع هذه التغييرات ولكن في الوقت نفسه يرى مراقبون بأنه ورغم رفض المعارضة للمشروع إلا أن احتمال تعطيل تمريره في البرلمان غير وارد نظراً لتمتع تحالف الحزب الحاكم والقوميين بالأغلبية داخل البرلمان أعتقد أن مقاربة المعارضة التركية خاطئة في التعامل مع الموضوع إذن لو رفعت حالة الطوارئ وتوقفت محاربة الإرهاب لعدنا إلى نقطة السفر وهذا أمر خاطئ وفي نفس الوقت المعارضة لا تستطيع منع تمرير المشروع ومن ناحية ثانية هناك من يرى أن المشروع يقيد الحريات العامة والفردية وقد يساهم في إحكام قبضة الأمن على الحياة رغم أن المدنيين لم يشعروا بضغط خلال حالة الطوارئ وكان الحزب الحاكم في تركيا قد قدم إلى رئاسة البرلمان التركي رسمياً مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب بغرض تعزيز صلاحيات السلطات بعد انتهاء حالة الطوارئ المطبقة في تركيا منذ عامين فيما يقترح نص المشروع السماحة للسلطات المحلية بتقييد تنقلات الأفراد الذين يشكلون خطراً على الأمن العام أو تمديد فترة توقيف المشتبه بهم ويتضمن نص المشروع ثمانية وعشرين مادة وسلم نصه كذلك من الحزب الحاكم لأحزاب المعارضة تمهيداً لبدء نقاشه في البرلمان وفي ظل حالة الطوارئ نفذت السلطات التركية ما سمتها بعمليات تطهير واسعة ضد جماعة فتح الله قلان التي تتهمها بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة ولكن المعارضة تقول إن الإجراءات لم تقتصر فقط على تلك الجماعة وتتخوف من فرض حالة طوارئ دائمة في البلاد بعد إقرار القالون الجديد قبل نهاية الشهر الجاري على مصبحات الحرة إسطنبول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا